بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة مهداء السلام عليك يا رسول الله أول ما تلقوني بسلم على حضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أعرفوا أن احنا عايزين نجلس بين يديه نجلس بين يديه لنتعلم نجلس بين يديه لنقرأ عليه من حديثه ونعرض عليه أفهمنا صلى الله عليه وآله وسلم ونطلب منه الرشد ونطلب منه أن يساعدنا على فهم سنته لكي تتفتح علينا أبواب جنة الدنيا لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده مفتاح الجنة حتى في الدنيا قلوا إن كنتم تحبون الله فاتبعوني وحببكم الله لأن الجنة هي مكان الأحباب ولذلك ربنا يجعل لأهل الجنة منابر من نور النهاردة بقى عن التكلم عن حديث وأذن لنا يا رسول الله أن نتحدث عن حديث من أحاديثك يا رسول الله النهاردة عن التكلم عن حديث مهم قوي حديث يكاد يكون الناس كلها بتتكلم عنه بتعيشه بنسب مختلفة بس ما فيش حد إلا وهو الحديث ده في بؤرة اهتمامه من الكلام عن حديث سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم يا الله نرجع تاني ونسمع الحديث من أول كلمة كلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم كيف يا رسول الله حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم يا الله هنا بقى لازم نتوقف وقفة مهمة خالص خالص الظلم كبيرة من الكبائر والظلم هو والظلام من مدى واحدة الضاء واللام والميم ليه ربنا قدر أن الظلم يكون من الظلام لأن الظلم لا يكون إلا إذا فقد العبد نور الرب الظلم لا يكون إلا إذا فقد العبد نور الرب ترمى نور ربنا في قلب الواحد ما يظلمش لكن ساعة ما يظلم يذهب نور الإيمان من قلبي ويزاك زي ما رسول الله سلم قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن سيدنا عبد الله بن عباسي يقوله ينزع الله نور الإيمان من قلبي ولا يظلم الإنسان حين يظلم وهو مؤمن يعني وهو مؤمن وفي قلبه نور الإيمان هنا بقى ده اللي خلينا نعرف ليه فإن الظلم ظلمات يوم القيام ده شيء مهم جدا الشيء المهم بقى في مسألة الظلم مش إن الظلم بس هو أساء إن العدل بس أساس الحياة والظلم بيهدم الحياة لكن الظلم مفسدة لعبودية العبد لله ليه؟ لأن الظلم نوع تأله الظلم نوع تأله نوع إن الإنسان كده بيحس بإنه وكأنه أصبح إلها لأن الظلم معناه إن واحد بيستخدم قوته عشان يمنع حق غيره أو يأخذ حقه حقا شيئا ليس من حقه فهذه المسألة كأنه يقول أنه فعال لما يريد من الذي هو فعال لما يريد؟ الله وحده لا شريك له طيب إذا كان الله الذي بيده أن يفعل ما يريد قال إني حرمت الظلم على نفسي واجعلته بينكم محرما ألا فلا تظالموا يبقى ففهمنا إن الظلم ده نوع من أنواع التعدي على ملك الله التعدي على سلطان الله التعدي على أن الله سبحانه وتعالى خالقه كل شيء ومالكه كل شيء عشان كده الظلم حرام وأغلب ما يقع فيه الظلم بالنسبة للعباد ثلاثة أشياء بيّن علينا حضرة النبي صلى الله عليه وسلم في قولي ويخطب الناس في خطبة الوداع إن ذماءكم أدي أول مجال للظلم وأموالكم أدي المجال الثاني للظلم وأعراضكم بين أول المجالات دي عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا ألا هل بلغت قالوا نعم يا رسول الله قال اللهم فاشهد فهذه الثلاثة أمور اللي الدماء والأموال والأعراض هي أكتر حاجة بيقع فيها الظلم وعشان كده فيه ثلاث أمور مهمة لمواجهة متزنة في موضوع الظلم أول حاجة مراجعة القواعد السبعة للخروج من المظلومية إيه القواعد السبعة دي؟ قواعد أنا حضرتها عشان نخرج من المظلومية مستفادة من كلامه حضرة النبي صلى الله عليه وسلم أول حاجة عشان ما نقعش في الظلم الظلم لا يورس ولا يتسع يعني إيه الظلم لا يورس ولا يتسع يعني الظلم لا يورس من الشخص من الشخص لابنه والظلم لا يورس للعائلة والظلم لا يورس للأصدقاء الظلم ظلم بنفسه ومش بس كده ولا يتسع يعني إيه مش إنه ظلم النهاردة يبقى فضل حياته كلها ظالم فالظلم وإيه لا يورس ولا يتسع هو ظلم فيه يجي واحد مثلا أخذ من واحد مثلا ترقية ظلم ولا ما ظلموش يخلي الظلم ده يرسوا أولاده وترسوا الشركة ويرسوا ما عرفش إيه وفي نفس الوقت إيه اللي حاصل الظلم ده كمان يتسع في بقى الشخص ده مش إنه ظلمه فعمل معصيه أو ظلمه وهو غافل أو ظلمه لا هو ظلم فهو ظالم وأسعى بقى في الظلم ومده أربعة وثلاثين ظالم ومده كده أربعة وثلاثين حرك فالقاعدة دي من الصحيح آه نعم نعم الظلم كبيرة لكنه في الحقيقة كبيرة وليس الإنسان عبارة عن موقف أو عبارة عن فعل واحد ده ممكن الله سبحانه وتعالى وعشان كده الله سبحانه وتعالى في المشهد يأتي بالشخص يقول له إذا أردت أخذت لك مظلمتك من أخيه وإذا شئت عفوت عنه وأخذت بيده ودخلتما إلى الجنة فأقول له بل أخذ بيدي وأدخل إلى الجنة فيأخذ أخوه فيعفو عنه ويدخل الجنة طبعا أنا بقول كده عشان أبرر للظالمين ظلمه لا لا خلص عشان أحط الظلم في إيه في إطاره عشان الظلم ما يتحولش إلى مظلمية عندي يبقى لنا السبع قواعد اللي أنا بقولها لكي لا يتحول ظلم الناس لي إلى إداء المظلمية عندي أنا فأول حاجة إن الظلم لا يورث ولا يتسع القاعدة التانية المظالم لا تمنع الألطاف والحنانة الربانية يعني كون فلن دا ظلمني وفلن دا ظلمني وفلن دا ظلمني هذا لا يمنع أن الله لطيف بعبادي أمل إزاي يا مولانا هم ظلموني ويبقى في لطف هو مش لو إن في لطف من الله وفي رحمة ربانية وفي رعاية ربانية ما كانوا يش ظلموني آبادا هم ظلموك لأنهم عصا ولو أن الله تركك لمعصيتهم لضعت ولكن من الذي حفظك وهم يظلموك أدرى أولاك مثال إيه اللي حاصل واحد زق واحد عشان هو متضايق منه فزقه قدام العربية زقه قدام العربية المفروض العربية هي تيجي تدوس ويموت فزقه قدام العربية فإيه اللي حاصل فوجد إن العربية ما لها راح تمشي وما جاتش من الطريق ده راح تلفى الناحية تاني فإلا حاصل هو ظلم وأراد أنه يؤذيه لكن لطف الله حاصل كل المظالم اللي جات عليك ربنا منع العربية فيها أن يدوسك يعني كان لطف الله قبل نزول الظلم عليك يعني دائما كنت أعلم أخو أحبابي إن ما من ظلم يقع عليك إلا وترى اللطف الله قبله يعني الظلم نزل على نهر يعني الظلم ده لو كان نار نزل وإيه وطفئ في لطف الله شش اتطفى في لطف الله الله لطيف بعباده طب والظلم ده اللي وقع علي وألمني وتعبني لو أنا شفته ده إيش يساوي الظلم ده أنا بكلم ده على علاقة العبد بربه مش علاقة العبد بالظالم علاقة العبد بربه إيش يساوي الظلم ده في نعمة ربنا سبحانه وتعالى ومن أهم النعم اللي عندي ومن أهم اللطف اللي عندي إن ربنا يا تلطف بي وما كنتش أنا اللي ظلمته فهو بينتق مني ده لطف من الله سبحانه وتعالى فعشان كده لازم أفهم ده يبقى القاعدة الأولى الظلم لا يورس ولا يتسع القاعدة الثانية المظالم لا تمنع الألطاف والحنان الربني القاعدة التالتة من ظلمك لم يظلمك في الخفاء بل ظلمك بين يدي الله يعني إيه اللي ظلمك ده ما ظلمكش من وراء الله لأن الله لا يسأله وراء الله يعلم السر وأخفى يعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون فيجي يقول لي يعني طب ربنا سابه يظلمني ليه ربنا ما سابهوش يظلمك ربنا خلى ليه اختيار إنه هو اختار إنه هو يرتكب هذه المعصية وهذه الكبيرة وهي الظلم لكن حياتك كلها محفوظة عند الله رزقك محفوظة عند الله فظلمه ليك مش هيمنع رزقك أو ظلمه ليك مش هيمنع سعادتك اللي كاتبها لك ربنا انت فيه سعادة كاتبها لك ربنا ملهاش دعوة بفعله هو فعله هو بيتضرر به هو لكن ربنا قدر عليك ده آه يعني انت بتقول لي ان ربنا قدر علي ان أنا أبقى مظلوم منه آه صح فتيجي تقول لي طب و ليه ليه أتعب كده آه ربنا ما قصدش يتعبك ده ربنا قصد يرفع درجتك لأن الظلم لما بينزل بينزل معه رزق ايه الرزق اللي بينزلك مع الظلم فرصة ريليز يا عظيم اسمه الصبر وليس معنى الصبر ان انت تصبر عشان يزلمك تاني لا ان انت تصبر على هذا الحال اللي انت فيه فإيه اللي حاصل لما يجيلك ظلم فتقول إنا لله وإنا إليه راجعون فتنقلب بفضل من الله وسعى ورزق وعطاء وفتح وأهم فتح ربنا بيفتح عليك لما تثبت عند وقت الظلم وعتشوف القاعدة اللي جاي بعد كده وتثبت عندما يقع عليك الظلم ده لما تثبت على محبة الله وليقيم اللط في الله إيه اللي يحصل لك تحس ان الناس بتقولك ايه ان ده بقى شخص قوي ما بيأثرش فيه أزى الناس لكن هو في الحقيقة انت شخص لمست معنى من معاني العبودية إن العباد لا سلطانة لهم ولا قدرة لهم على إنهم يخصموا من حياتك أحدش يقدر يخصم من حياتك خالص القاعدة الرابعة يبقى القاعدة التالتة بتقول ايه القاعدة التالتة بتقول إن فلان ده ظلمك مش في الخفاء ده ظلمك وانت باقي ان يا ده الله يبقى هو وق ليه ربنا ما سابوش ده هو ظلم لإن ده اختياره طيب وانا ليه أتظلم عشان تاخد عشان انت تتحصل الدرس اللي في الحياة وإيه اللي يحصل وتزيد كمان كمان وتزيد عليك كمان فضل الله إيه ده يعني هتتعلم وتكرم تتعلم وإيه قال لي تعلم وكرم إزاي قال له هو بس عفاهمك بس بعد لمحات الكرم اللي ربنا بيكرمك بيها إيه اللي حاصل واتقي دعوة المظلوم فإن ليس لها ليس بينها وبين الله حجاب يعني إيه يعني ربنا بيدي لك حاجات كتيرة منها بس اللي ربنا كشفوا لك إن منها إيه دعوة المظلوم دعوة المظلوم مستجابة فلو حصل لك ظلم ادعي ربنا سبحانه وتعالى دعوة مستجابة فيها خيرك وخير أولادك وخير كل اللي بتحبهم ساعتها هتحس إن الظلم دعوة ما لهش وجود وإن أنت خرقت مش هقول لك كسبان لكن خرقت وإنت عبد للرحمن وده هو دعوة المعنى اللي أنت ممكن تعيش به القاعدة الرابعة بقى قاعدة الرابعة بتقول الظلم لا عن قوة يعني اللي ظلمك مش قوي الظلم لا عن قوة ولكن عن غفلة عن ما آل له الظلم وغضب الله سبحانه وتعالى يعني إيه؟ يعني الظلم ده مش إن الظلم قوي لكن لإن الظلم غافل غافل عن إيه؟ غافل عن ما سيقول إليه الظلم إلا الظلم ظلمات يوم القيامة وإن الظلم ده والعيز بالله الله سبحانه وتعالى يعاقب عليه ويقتص بذاته العلي من الظالم حتى لو كان الظلم ده في عالم الحيوان الله يا سطر يا رب ده حاجة باش عاوي أنا ما أقدرش على ده أيب أنا ما ينفعش أظلم وليه إن الظلم ده يوجب للعبد إيه يا سيدي يجعل العبد مستحقا لغضب الله ولذلك الإنسان لابد أنه يتق الله سبحانه وتعالى ولا يضيع نفسه بأن يكون ظالما لبل قاعدة الرابعة اللي ظلم ده مش قوي اللي ظلم ده ده غافل عن ما سيحدث له في المستقبل سواء مستقبله في حياتي أو مستقبله عند ربه من غضب الله سلم يا رب سلم الحاجة القاعدة الخامسة بقى الظلم ليس نهاية الحياة لما واحد تصلم كده ده مش نهاية الحياة بل هو بداية جديدة لرؤية الحياة بمدد الله يبقى أنت تستطيع أن أنت ترى الحياة بمدد الله بعد ما يحصل لك الظلم ده أو لما تعود من الظلم إلى الله سبحانه وتعالى يبقى أنت إلا حاصل ببساطة خالص يبقى أنت الظلم بالنسبة لك فتح لك بوابة جديدة لرؤية مدد الله سبحانه وتعالى القاعدة السادسة بتقوله وجع المظالم كاشف عن ثقتك بالحنان العالم سبحانه وتعالى أنت أدي إيه واثق من الله سبحانه وتعالى ففي ثقتك في الله تظهر بقى في تعاملك مع الظلم كل ما كنت واثق من الله سبحانه وتعالى واثق من موعود واثق أن محدش هيقدر يوصل لك بأذى غير والمعلم عايز يعلمك شيء من وراء الأذى والوجع ده اللي بيفهم كده بيجعل أن اللي يتشغل بالظلم واللي يبقى عنده مشكلة مع الظلم واللي هو يفضل الظلم ما ينايموش هو الظالم مش المظلوم لأن المظلوم في رعاية الله وفي أمن الله سبحانه وتعالى وأعطاه ماذا أعطاه زي ما احنا عرفناه أعطاه دعوة مستجابة القعدة السبعة أن مسامحة الظالم لا تعني محبته ولكن تعني محبتي وثقتي في الله يعني أنا لو سمحت اللي ظلمني هل معنى كده أن أنا لازم أرجع زي الأول أعشاء وأحبه وكده لا ده أنا سمحت لوجه الله ألا تحبون أن يغفر الله لكم آه نحب والله يا رب فلتعفوا ولتصفحوا فغفر سيدنا وبكر وسامح سامح يعني إيه يعني ترك ما عنده ما في قلبه لله يبقى اللي احنا قلناه دولة عشان أخرج من ده المظلومية لازم أرجع القواعد السبعة اللي أنا قلتهم دول اللي هم إيه القواعد السبعة واحدة أول قاعدة بتقول إيه أول قاعدة بتقولك عن المظالم عشان ما تقعش في إيه في المظلومية إن الظلم لا يورث ولا يتسع قاعدة الثانية المظالم لا تمنع الألطاف والحنان الرباني القاعدة الثالثة من ظلمك لم يظلمك لم يظلمك في الخفاء وبل ظلمك بين يدي الله قاعدة الرابعة الظلم لا عن قوة لكن عن غفلة عن ما سيقول إليه الأمر من الظلم وإلى غضب الله سبحانه وتعالى القاعدة الخمسة الظلم ليس نهاية الحياة بل هو بداية جديدة لرؤية الحياة بمدد الله القاعدة السبعة وجع المظالم كاشف عن ثقتك بالحنان سبحانه وتعالى الرحيم القاعدة السبعة مسامحة الظلم لا تعني محبته ولكن تعني محبتي وثقتي في الله الحاجة التانية بقى عشان ما قاعش بالمظلمية عدم مراجعة المظالم فلان حقك حقك أنت محتاج لو تاخده بالقانون خده بالقانون ولو حقك ذاكي هنا معناه البخر وقصد حضرة النبي صلى الله عليه وسلم هنا أنه ينبهنا إلى مفهوم الشح وأن الشح مش مجرد بخل المال وإنما البخل أو الشح ممكن يكون كمان في كل ما هو باطن يعني يبقى شح في العواطف في المشاعر في المحبة في الأخوة في الود في اللطف كل ده وعشان كده المشاعر دي ليها ست صفات اللي هي المشاعر اللي بيها بتعمل كده في الإنسان وتخلي الإنسان يحس بهذا الشح إيه الصفات اللي هي دي أول حاجة الإهمال وده يقتل المشاعر تاني حاجة الانشغال ودايما مبرر جاهز خصوصا عند الرجال أصل الشغل واخدني الدنيا بقت صعبة إلى آخره تالت حاجة النسيان آه النسيان طبيعة الإنسان وممكن يكون غصب عني ويبقى ده نسيان اضطراري لكن في حاجة مهمة لازم نقول عليها ما ينفعش ما تنفعش إن انت تقول إن انت نسيتها في حاجات ما ينفعش إن انت تنساها فتخلي بالك زي بالزبط ما أنا مش هأنسى إن أنا عمر لكن أنا ممكن أنسى اسم حد تاني ففي حاجات في الحاجة ما ينفعش انساها رقم أربعة من الصفات اللي تبين بقى مسألة الشح والبخل سواء كان الشح دوت في الماديات أو كان في المعنويات ابقى الهجران ودي حيلة مشهورة إننا عايشين متخصمين في البيت كل واحد في حالة في حالة شديدة جدا 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 كل واحد في حاله وفي حالة شديدة جدا من الفرقة ومن الشقاق وما نحاولش نشوف إيه أسباب أسباب المشكلة وإيه أسباب الحل ما نحاولش نعمل كده نسيب الوضع زي ما هو عليه كده طب والوضع ده تنوع من أنواع البخل والشح إن محدش فينا كريم إن هو يقدر ينهي ده رقم خمسة الأنانية كل واحد عايز ينفذ اللي في دماغه وينفذ اللي هو عايزه ويبدأ يلوم الطرف الآخر لو ما عملش الحاجة اللي هو عايزها على أكمل وجه رقم ستة التأخير تلاقي الزوج متباطئ والزوجة دايما مش عايزة تسارع وتنفذ لزوجة ما يريد أما بخل المال ففي العديد من التحذيرات اللي تخلينا نتركه زي ما ربنا قال ومن يوقى شح نفسه فأولئك هم المفلحون وعشان كده حظنا حضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث الجليل إن الشح ده كان أحد أهم أسباب هلكت وزوال حضارة كاملة وزوال أمم وحذرنا صلى الله عليه وسلم لكي لا نقع في مثل مواقعه فتزول الأمم وتزيل الحضارة الشح هذا محرقة للحضارة وعشان كده كان أحد أسباب إهلاك الأمم قبلنا لإن البخل دفعهم للإعتداء على الأموال والأعراض وهنا الرابط العجيب ما بين الظلم والشح إن الإنسان البخيل ممكن بخله ويدفعه إلى إنه يظلم الناس ويظلم نفسه خلينا أفكركم إن الرابط إن الظلم والشح بيهدموا المجتمع بيقضوا على علاقات ويقضوا كمان على القيم في نفوس أصحابها وإذا زالت القيم وفسدت العلاقات ما تسألش عن الحياة لإن ساعتها الحياة هتكون توارد تحت أقدام الظلمات اللي حصى منها ظلم وحصى منها بخل وشح يا رب نسألك أن تجنبنا الظلم والبخل يا رب العالمين لأن كلاهما لأن كلا الظلم والشح لا يأتي إلا بسواد ووجع وظلمة اللهم اجعلنا من المنورين من المطيبين واصرف عن الأذى يا رب العالمين فاصل ونرجع لحضراتكم مرة تانية عشان نجيب على أسئلتكم المباركة اللي وصلتنا على صفحتنا صفحة بن نامج ولا تعسره ولكن بعد الفاصل رجعنا لحضراتكم معنا صفحتنا على الفيسبوك صفحة بن نامج ولا تعسره اللي بنتلقى عليها أسئلتكم المباركة ونقصص لها وقت عشان نجيب عليها كذلك الوقت تعالوا نشوف أسئلتكم المباركة ونسعد ونطلب من الله التوفيق في أن نجيب عليها السؤال الأول اللي وصلنا بيقول أبي توفي وكان على خلاف مع عمتي عشر سنين وهو على فراش الموت جاءت عمتي لما سمعت أنه تعبان زرته في المستشفى وسمحته بس هو كان في غيبوبة ومش حاسس بيها ومات على الرغم كان أبويا بيحبها وكان نفسه يكلمها بس هي الظروف صعبة خالص هل كده ربنا يحسبه رغم أن هي جات ورمت السماح عليه الحقيقة إنما الأعمال وبنيات إن شاء الله تكون كانت نيته إن هو يسمحها وإن شاء الله ربنا يعمله وبنيته لأن أنت بتقول إن هو كان بيحبها وكان منتظر إن هو يسمحها من الذي قدرانا إن هو ما سمحهاش في نفسه ومفيش بقى فكرة إن حد بيرمي السماح على حد السماح ده خلق مش إن الإنسان لما يسامح يبقى كده خلاص حط الإنسان في ورطة إن هو يسامح فسامح الإنسان وقلبه ما سمحش لا ده المسامحة خلق فإن شاء الله والد حضرتك يكون سامح عمتك بقلبك ويقع ويكون في حديث رسول الله سلم إنما الأعمال وبنيات وإنما لكل مريء ما نوى فإن شاء الله ربنا يعامله بنياته وإن كانت طبعا ظرف المرضي كان لا يسمح له إن هو يتصل بيها ويقول لها إن هو سمحها لأنه كان في قلبه إذا كان حصل له ده فإن شاء الله يكون له السواب وإن شاء الله يكون له المغفرة إن شاء الله التامة وأبشر إن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يكتبه من أهل المغفرة السؤال اللي بعد كده بيقول لو في شغل في شركات تمويل المشروعات الصغيرة بتعطي قروض للناس ما الحكم لو اشتغلت فيها وهل صحيح الشغل فيها أم لا الشركات اللي بتعطي تمويل للمشروعات الصغيرة ومتنائهة الصغر ما ينفعش تعمل ده إلا بتصريح والتصريح ده بيكون تحت عنوان التمويل وليس تحت عنوان القروض يعني هي بتعطي تمويلات للمشروعات حتى لو تسمت قروض فهي ليست قروضا هي تمويلات والتمويل عبارة عن إيه إن حد بيدفع ماله لصاحب مشروع لكي يكون وكأنه مشارك له في هذا المشروع وليس هذا من قبيل الشركة ولكن أعطاه هذا المال ليدوره في صناعته أو يدوره في ترجارتي أو يديره في زراعتي يبقى هو عمل إيه مول زراعته فبقى مشارك له في هذه الزراعة أو مول صناعته فبقى مشارك له في التصنيع وقم تلاتة أو مول تجارته فهو مشارك في عملية البيع والشراء ويء الربح فبقى الريع اللي بيجي من المشروع ده من حق الممول لأنه أعطاه هذا المال ليس على سبيل الهبة لأن على فكرة القرد من عقود التبرعات وليس من عقود المعاوضات لأن الإنسان بيدفع ماله قردا وإن اللي حاصل وهو قد تبرع بدورة رأس المال وده ما حصلش فلذلك اللي بيمول المشروعات الصغيرة ومتناية الصغر ما قالش إنه هو ببساطة بيمول ما قالش إنه هو بيقرد الشخص ده يعني هو يعطيه المال ومش لا يريد ربح من خلفه لكن هو أعطاه هذا المال وحدد له الريع الذي سيحصل عليه إذا هذه المشروعات استمرت استمرت وفق القواعد الموضوعة لها إذن بما إنه أخذ منه دراسة جدوى وبما إنه كمان بعد ما أخذ منه دراسة جدوى نظر في المشروع ونظر في دراسة السوق لهذا المشروع مدام هو شاف منه ده فلو أنه بيقرده مش من حق إنه يطلب منه دراسة جدوى لكن بما إنه أخذ منه دراسة جدوى وشاف المشروع نفسه وبقى بيمول مشروع مش بيدي له فلوس في يده لكي بدون مشروع لو ادي له فلوس بدون مشروع عن بوس برضو والدهال وعشان يشتري سلعة ولا الدهال وعشان يعمل خدمة لكن ده الدهال وعشان يعمل مشروع فأصبح هذا من قبيل التمويل وليس من قبيل القرد طب وده معنى إيه؟ إن هذا النشاط مباح بالضوابط اللي بتوضع لكي لا يغرق الناس في الدين ولكي لا يتم استغلال احتياج الناس لتمويل المشروعات فيتم استغلال الناس فيه بطريقة قد تؤدي إلى أن الناس تركبوا بالديون وتفسد حياتهم الذي يعيشونها إذا كان الأمر كذلك يترتب عليه إن عمل الشخص ده في هذه الشركة هو ليس من باب التعاون على الإسم والعدوان بل ستكون تعاونة على البر والتقوى لأن بلا شك إن الناس تعمل والمشروعات تكسر وتزيد وكل هذا ده نوع من أنواع التقوى تقوى بأننا أستثمر بمعنى إننا أشكر نعمة ربنا بأننا أزيد من خيرها والله سبحانه وتعالى يقول ولئن شكرتم لأزيد أنكم يبقى هذا من قبيل التعاون على البر والتقوى وليس التعاون على الإثم والعدوان وبما إن ذلك يبقى الشبهة اللي ممكن كانت جات إننا كده ده لو إنه قرد وإنه ربا يبقى أنا كده دخلت في الربا يبقى أنا يحصل لي الحرب من الله زي الناس كل الكلام ده مش موجود هنا كل الكلام ده مش موجود في هذه المسألة المسألة أن عملك في الشركات التي تمول المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لا يدخل في التعاون على الإثم والعدوان ولكنه هو نوع من أنواع الكسب الحلال نوع من أنواع الكسب الحلال الذي إذا أنت مارسته كنت ممارسا لعملا لعمل مباح ولم تكن قد وقعت في الحرمة ولم ت وبهذا تكون لم يقع منك أي تعاون على الإثم والعدوان بل أنت سعيت في الأرض وأخذت بأسباب الرزق فربنا سبحانه وتعالى من عليك وأعطاك هذا الرزق وبهذا يكون مالك حلالا هذا المال الحلال يجوز أن أنت تحج به يجوز أن أنت تتزوج به كل هذا المال مال حلال يجوز أن أنت تطعمه لأولادك ولما تطعمه لأولادك ما فيش بيع شو بيت النواية كله جسد النبتة من سوحت فالنار وأولى بيع أبدا طب أنا بقول التفاصيل دي كده ليه لأن أنا حاسس أن الكلام عن المسألة دي ممكن يكون لمس شيء من الوسواس أو شيء من التشكك اللي موجود عندي صاحب السؤال ده فعشان كده برد على جملة من الشبهات اللي ممكن تأتيه وتخليه يحس بإني المال ده حرام وإن هو لو أنه استثمر هذا المال في حياته قد يفسد عليه حياته يا سادة إحنا لازم نحذر إن إحنا نسمع من كلام الناس ونسمع من فتاوى الناس لكن لازم نسمع الفتاوى اللي بينطبق عليها قوله تعالى فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون هذا نوع من أنواع التمويل وليس نوعا من أنواع القرد وبما أن هذا ليس نوعا من أنواع القرد فلا ينطبق عليه قاعدة كل قرد جرى نفعا فهو ربا هذا ليس من قبيل القرد ولكن من قبيل ماذا من قبيل التمويل وهو عقد جديد من فوق العقود الخمسة وعشرين التي جاءت في الفقه فذلك هو عقد صحيح وليس فيه أي نوع من أنواع شبهة الربا وعلى ذلك يجوز أن أنت تعمل فيه ويكون مالك حلالا ويجوز أن تطعم به أولادك ويجوز أن تسافر به إلى الحج ويجعل الله سبحانه وتعالى لك حياة سعيدة كريمة إن شاء الله يا سادة نحن النهاردة تكلمنا عن حديث من أجل أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم تكلمنا عن حديث حضرة النبي صلى الله عليه وسلم بيحافظ على قلوبنا من سوادين السوادين دولا من أشد السواد اللي ممكن يجعل عين البصيرة الإنسان في حالة عماء أن يكون ظالما وأن يكون بخيلا قد أصاب قلبه الشح فيا عباد الله عيشوا عيشوا في هذه الحياة أمنين لا تظلموا ولا تقبلوا الظلم ولكن إذا ظلمتم فإذا استطعتم أن تصبروا فاصبروا وإن كان هذا الظلم يؤدي في حياتكم إلى فساد في حياتكم أريدوا خذوا حقكم بماذا؟ بحق عليك أن تأخذ الحق بحق ولكن لا تعتدي لأن الاعتداء لا يجلب على قلبك إلا الحريق حريق الانتقام ولا تكن بخيلا ولا تكن شعيحا فإن البخل والشح ديق في النفس يضيق على النفس مداخل النور ويضيق على النفس منازل الرحمات لا تكن بخيلا فتقع فيما حذر منه رسول الله يعيش لا تحسي فيحصى عليك ولكن كن واسعا فإن الله سبحانه وتعالى يعطي على الوسف ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب البشر اللهم يواسع وسع صدورنا وقعنا إلى أبادك الذين اتصفوا بما تعاملون به بكرمك يا كريم اجعلنا من أهل الكرم واجعلنا من أهل النور وقنبنا الشرور في كل وقت وحين يا كريم يا نور اجعلنا من أهل السرور في كل وقت وحين ترجمة نانسي قنقر شكرا